موسيقى يا مساء الخير مشاهدينا مرحبا بكم مجددا في برنامج دريندن على شاشة الشروق الإخبارية أي ناس نتحدث عن السوش الميديا و ترينداتها والهاشتاغات والمنشورات والتعليقات في موضوعنا الأول نقولها استقال بالماضي وانتهت مرحلة هامة في تاريخ الكرة الجزائرية انتهت رحلتنا في الكودفوار وبدأت رحلة جديدة في تاريخ موريطانيا والحديث طبعا كل الحديث يتمحور حول مصير الناخب الوطني جمال بالماضي فهل ينهي أو تنهى مرحلة قيادته المنتخب الوطني وهل يكون الإقصاء الثاني من الكأس الأفريقية إقصاء لجمال بالماضي من على رأس المنتخب وهل انتهت المرحلة التي كان فيها الرجل يلقبه الجزائريون بوزير السعادة سؤال طرح على بالماضي في الندوة الصحفية طرح أولا باللغة العربية من صحفي جزائري فكانت الإجابة فيها نوع من الخصوصية نشاهد المركبة للجمهور الجزائري المتواجد في الجزائر والمتواجد في بواكي خروج من الدور الأول في كارل كامرون إقصاء مر من المونديال إقصاء مر من المونديال وإقصاء مر أيضا من الدور الأول لكارل كوديفول هل جمال بالماضي رح يقدم اعتداراته للشعب الجزائري ورح يرمي من شافا من على رأس المنتخب الوطني وشكرا ندخل بلادنا ونعادل في بلادنا إن شاء الله أحدهم قال أنه جاء إلى كوديفور بأموال ادخرها لزواجه ففضل كرة القدم على حفل الزفاف غريب التعليقات نقرأ منها لنذير الذي كتب بالماضي نبغوك بصح لازم ترحل لتوقع لك مكانة في قلوبنا أما صفاء كتبت شكرا بالماضي الحمد لله على كل حال خيرها في غيرها ونبقى نشجع في الجزائر في كل حالتها بينما خليل كتب علاقة بالماضي مع المنتخب علاقة عمل وإذا مقدرش يقدم المطلوب منه يرحل لا مكان للمشاعر في هذا الأمر لأن مصلحة المنتخب أهم من شخصه عيسى ماندي قدم مباراة في المستوى هذا ما يقوله المحللون وهو ما تقولونه أنتم على السوشيال ميديا لكنه الوحيد الذي كانت له شجاعة مواجهة المناصرين للاعتذار منهم بعدما أطلق الحكم سفرة نهاية المباراة وبينما وقف أمام المناصرين تلقى جوابا لم تصفق له المدرجات لم يهتفوا باسمه لكنهم رموه بقارورات المياه في مشهد أفرستياء الجزائريين جميعهم التعليقات نبدأها بنسيم الذي كتب عيب عليهم إنسان مربي وخلوق ما يستهل اشتري عليه القراءة حتى ويكون هو سبب الإقصاء لأن في النهاية هذه رياضة وفقت أما أمين فكتب يعني بعد كامل الجهد لدروا المناصرين في الكود ديفوار أعطوا كدوات وصوروا فيديوات شابين وعملوا حمل تشجير يجيوا هذا ويضربوا كلش في صفر تصرف غير حضاري تماما أما أنور كتب من العادي فريق يقدم مستوى كبير في مباراة ويقدم مستوى ضعيف في مباراة أخرى لكن من المخزي مشجع يقوم بهذا الفعل المشين وامين كود ديفوار نذهب إلى غزة هذه المرة ليس من فيلم رعب ولكنه يبقى مشهدا مرعبا الطفلة أمينة غانم من غزة تعيش طفولتها تحت قصف طائرات والصواريخ تعيش يومياتها في شوارع تتجول فيها الدبابات بلا توقف وكان نصيبها من حرب دينية ممنهجة هجمة دبابات دهست بيتها مرارا لتفقد من أهلها الأب والأخت ويكون حظها من الحرب على غزة هذه العيون أدى الدم الذي رأيناه في عيونها يقول تميم البرغوثي معين الدمع لن يبقى معين فمن أي المصائب تدمعين وأمل دينجل كأنه يصيح من قبره هل يصير دمي بين عينيك ماء أتنسى ردائي الملطخة بالدماء بتقديرات الأطباء فالطفلة أمينة تعاني انفجارا في الأوعية الدموية وطبعا حالتها الصحية ستتدهور إذا لم تحصل على تدخل طبي عاجل أي أنها تحتاج مغادرة القطاع وكم من أمينة في غزلة عدم فيها الأمان وكم من طفل تحول إلى أشلاء وكم من أب يجري بجثمان طفله لا يجد سريرا يتسع لما قبل القبر الجماعي وكم من أم هناك ثكلا وكم من بينهم عليا صوت القصف فوقهم يمضي لياليهم جوعا البيان الأخير من غزة أن الأطفال أيها المشاهدون يأكلون العدف علف الحيوانات بدل الخبز في بداية ونهاية المجاعة الممنهجة وعند هذه المقالة مقالة المجاعة وعلف الحيوانات تنتهي كل الكلمات وطبقى كلمتكم أنتم في التعليقات التي نبدأها بحكيم الذي كتب أن أمينة ممكن لقدر لا تصب العمى أو الفقدان تام للرؤية إذا لم يتم تدخل عاجل لعلاجها وإنقاذها أمينة لازم تسافر أمينة حقها تتعالج أما بها فكتب أن عيونها تحكي معاناة شعب كامل إيميلي كتبت وقد ترجمنا تعليقها أنا أبلغ من العمر 16 عاما أيضا لماذا لا تستطيع هي عيش حياة هادئة وعادية مثلي ومن هذا السؤال وعند هذا السؤال نصل إلى ختم عدد اليوم من برنامج تريندين شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة دمتم بخير وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر